مجددا تصدر تصريحات نارية من مسؤول تركي فيما يتعلق بالمسلحين الأكراد السوريين إذ قال وزير الخارجية التركي شوو شغلو إن التدابير التي اتخذتها بلاده ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية الانفصالية الإرهابية لن تكون مقصورة على بلدة عفرين شمالي سوريا بل ستمتد أيضا إلى مدينة منبج وإلى شرق الفرات كذلك الوزير التركي أردف بالتأكيد أن إصرار واشنطن على إنشاء قوة أمن حدودية تعتمد أساسا على المسلحين السوريين الأكراد أمر من شأنه الحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية وبينما تحضر القوات التركية الشمالي سوريا لعملية أعلن الرئيس التركي أنها سوف تشن في أي لحظة على هؤلاء المسلحين الأكراد انطلاقا من حرص بلاده على أمنها القومي مهما كان الثمن قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم أنهم لم يحصلوا على وعد من أي طرف بالحماية بينما قال الناطق باسم التحالف الدولي رايان ديلون أن مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ليست ضمن نطاق عمليات قوات التحالف أما مجلس الأمن القومي التركي فقال قبل قليل أنه لن يسمح بتكوين جيش إرهابي على حدود تركيا الجنوبية وسيرد على أي تهديد نبحث في هذا الملف المعقد والشائك وانعكاساته على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وحتى على سوريا مع ضيفي معنا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدواري وينضم إلينا من إسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية جواد جوك أهلا وسهلا بضيفي في هذا النقاش بداية أسأل سيد جواد جوك طالما أنه اجتماع مجلس الأمن القومي انتهى قبل قليل وهو أيضا يوصل حكومة بأن ترفض أي تشكيل لأي جيش حدودي على حدودها الجنوبية في سوريا والرئيس أردغان يهدد بدخول الجيش التركي إلى عفرين في أي لحظة بعد اللقاءات التي جرت بالأمس مع الناتو مع مسؤولين الناتو والاتصال الهاتف بين أردغان وأمين عام الحلف واضح بأن العملية الآن أصبحت على وشك أن تبدأ أم ما زال في مجال لمفاوضات ووسطات وحلول وسط ما رأيك؟ تحيات لك ولي ضيفكم ولمشاهدين الكرام حقيقة الأمر أن هذا الاجتماع كنا نتوقع هذا البيان كما كان قبل عملية درع الفراط نعم الجيش التركي جاهزين كما وصلتنا أخبار أنه من غربي عفرين سوف تدخل قوات الجيش التركي ثم من الشرق عبر مناطق درع الفراط فصائل المسلحة حقيقة الأمر أنه أيضا تصلنا أخبار أنه بدأ قوات وحدات حماية الشعب الكردي بدأوا بسحب الأسلحة الثقيلة من منطقة عفرين إلى جانب منطقة نبل والزهراء ثم إلى حلب ثم إلى الرقة حقيقة الأمر نعم الإعلام التركي أيضا بشكل مكثف مركزين على هذا الأمر أنه في أي لحظة الجيش التركي سوف يدخل لكنه المشاكل نعم تنتظر الحكومة التركية وداخليا أيضا المشاكل مع الأكراد هنا حقيقة الأمر القرار صعب لكنه جاء ضوء أخضر من الولايات هذا ما سنتحدث عنه هذا يعني الانعكسات في الداخل سنأتي إليها لكن اسمح لي أن نبقى الآن في موضوع العملية أتحول إلى ضيفي من عمان الخبير العسكري والستراتيجي سيد فايز الدواري سيد فايز شهدنا أن الجيش التركي دخل جرابلوس من بعدها كان في عملية صعبة في الباب الآن جاء ضوء أخضر أولا من روسيا ثانيا الآن من تصريحات المتحدث باسم التحالف الدولي أن هذه المنطقة ليست منطقتنا ما بتهمنا أعفرين وبالتالي أعطي ضوء أخضر بعد شهور طويلة من الرفض الروسي الأمريكي المشترك لهذه العملية برأيك ما الذي قلب الموازين ما الذي دفع يعني الروس والأمريكان ليتخلوا عن المنطقة والأكراد اللي فيها وهل ستكون عملية سهلة عسكريا برأيك يعني أولا الضوء الأخضر الأمريكي بناء على المتحدث ريان نستطيع القول أنه واضح أما الضوء الأخضر الروسي أعتقد لغاية الآن لم يتم إعطاءه بصورة واضح وبالتالي هذا كان كما قال الرئيس أردوغان بعد أن صرح في 13 شهر بأنه ستتم العملية وسيتم السحق خلال أسبوع إجابة على أحد الأسئلة قال لا يتزال المباحثات مع الروس جارية أي بمعنى آخر لا يزال هناك تحفظ روسي لأن لروسيا مطالب أخرى يجب أن تكون هناك عمليات تبادل وعمليات أخذ وعطاء فيما يتعلق بالجغرافية السورية وتحديدا منطقة خفض التصعيد الرابعة وخط سكة الحديد إلى غير ذلك من أمور إذن دعنا نقول الضوء الأمريكي حصل مبدئيا الروسي لم يحصل الآن دعنا نعود لماذا أمريكا تخلت أمريكا منذ دخولها كقوات عسكرية في سوريا الكل يعلم أنها اختارت ما يطلق عليها بادية الجزيرة وهي التي تقع إلى الشمال وإلى الشرق من نهر الفرات وتركت بادية الشام فيما يطلق عليها بادية الشام لروسيا وإيران عندما تم الحديث عن إنشاء حرص حدود من 30 ألف منهم 15 ألف من قوات قسد والبقية من مختلف العشائر إلى غير ذلك صرحت بأن التوزيع سيكون انطباق الديمغرافية مع الجغرافية أي أبناء كل منطقة في منطقتهم أي بمعنى آخر الكثافة الكردية ستكون على الحدود يضاف إلى ذلك النقطة الملفتة للانتباع أنها ستعمل على توزيع هذه القوة ونشرها على مجرى الفرات وهو الخط الأحمر غير المعلن الذي قسم النفوذ الروسي عن الأمريكي وعلى الحدود السورية العراقية ولم تأتي على ذكر منبج حتى منبج لم تذكر وعفرين لم تذكر الآن نأتي إلى عفرين أنت تحدثت عن أنهم نجحوا في إعزاز واجهوا مشاكل في الباب الآن التحدي أكبر الآن نتحدث عن 385 كيلومتر مربع نتحدث عن 350 بلدة نتحدث عن 171 بلدة كردية نتحدث عن جغرافيا صعبة جدا جبال غابات أودي سحيقة ممرات محددة تصلح لقتال حرب العصابات إذن التحدي الآن إذا قارننا الجغرافيا بمنطقة درع الفرات إعزاز جرابلس إعزاز الباب مع منطقة عفرين أعتقد أن المقارنة لن تكون لصالح على الجيش التركي لهذا السبب التصريح فقط في عجالة عندما تم الحديث أنه سيتم سحقها خلال أسبوع أنا لا أتفق مع هذه المقاربة طيب سنستمر في الحديث طبعا هنا وهناك في أخبار تأتي بأنه ربما يكون هناك ضغوط على خروج المسلحين الأكراد من عفرين لأنه كان هذا طلب قديم لتركيا قد يعني يكفي ربما لكن دعني أسأل ضيفنا من إسطنبول سيد جواد جوك سيد جواد ألا يبدو بأنه في لن أقول خدعة وإنما في تمويه في السياسة التركية يعني كما استمعنا الثلاثين ألف هذا الجيش الحدودي الذي يرفضه بجلس الأمن التركي والحكومة التركية سينتشر في شرق الفرات يعني في بناطق في شرق وشمال الفرات لن ينتشر لا في عفرين ولا في منبج ولا في تلك المناطق أبدا خطر حزب العمال الكردستاني في سوريا أيضا في السابق كان يتسلل من كل الحدود التركية وحتى من غازي عنتب ومن أرفا أكثر مما كان يتسلل من عفرين إلى أنطاكيا في سؤال يعني هل تستغل الحكومة التركية كل هذه المعلومات من أجل الدخول إلى عفرين لأنه في بعض حتى الآن يسأل سؤال ما هذه الأهمية الخطيرة بالنسبة لتركيا في عفرين ومنبج حتى يتم التركيز عليها بكل هذا الشكل الجيش سيتشكل في مكان آخر القوات الكردية شرق الفرات وليست في عفرين ما رأيك؟ أنا أوافق معكم بهذه النقاط المهمة أنه حقيقة الأمر بصراحة نتكلم كل الأطراف الذين دخلوا إلى سوريا ويهمهم سوريا وصلوا إلى أهدافهم ولايات المتحدة روسيا إيران حتى النظام لكن تركيا لن تصل إلى أي هدف من أهدافها وبقي أربع ملايين لاجئين الآن الموجودين في تركيا حقيقة الأمر كانت سياسة الخارجية التركية خاصة من نسبة إلى سوريا كانت فاشلة غير ناجحة وأيضا ازدواجية في والتضارف في المواقف يعني لم تكن للسياسة سياسة مستقرة حقيقة الأمر نعم تركيا بحجة أن هؤلاء إرهابيين نعم سوف يدخل وهذا انتصار كبير داخليا لكن بشكل عام هناك خوف مقاوف من ردة فعل الدولة عندما دخل جيش التركي إلى عملية درع الفرات من جرابلس إلى مدينة الباب بحجة أنهم يحاربون داعج لكن الآن مواجهة ضد الأكراد هذا موقف أكيد سوف يكون موقف سلبي لكنه بشكل عام نعم بالتوافق مع الأطراف الآن التواصل مع بوتين أيضا مستمر الاتصالات أنه سوف يدخل جيش التركي إلى منطقة عفرين ثم احتمال أنه منطقة من بيش فقط لأن الولايات المتحدة رسمت خطة لا يوجد مكان لتركيا هناك وأيضا مثلا نرى أن هؤلاء الثلاثين ألف ينتشرون في الحدود التركية السورية ثم في الحدود العراق السورية ليس على نهر الفرات كما يقولون أنه هناك الخط الأحمر كما قال ضيفكم الكريم من عمان أنه هم يؤمنون هؤلاء يؤمنون تلك المنطقة ويتركون حتى مدينة من بيجة الذي يبقى غرب الفرات بالنتيجة الشرقي الفرات بيد الأمريكان هم يحافظون إلى هناك وهم باستعداد لإعلان ربما أقليم أو دولة كردية أو فدرالية بالنتيجة الخطر موجع على تركيا بأي شكل طيب أستاذ فايز سيد فايز الدويري هنا أسألك سؤال استراتيجي هل فعلا أنه الخطر من حزب العمال الكردستاني في سوريا أو ذراعه أو غير ذلك ممتد على طول الحدود وبالتالي عفرين ليست مركز حزب العمال الكردستاني في سوريا وبالتالي هل يمكن أن يكون هناك فعلا كما أشار ضيفنا من اسطنبول أنه صار في تقاسم أراضي بين روسيا وأمريكا وبالتالي تركيا تريد أيضا أن يكون لها مكان مساحة لم تكتفي بجرابلوس الباب تريد توسيع هذه المنطقة ليصبح جيب كبير يشمل أيضا عفرين بعد ذلك من بج لكي يكون هناك منطقة نفوذ لها في تلك المنطقة والحجة هي موضوع الأكراد فيما يتعلق بالخطر الكردي والجيش الحدودي لكن هذا يحدث في منطقة بينما التركيز التركي عمليا على الأرض في منطقة أخرى ما رأيك؟ لا يعني أولا ما يجري شرق الفرات شيء وما يجري غرب الفرات شيء آخر شرق الفرات هناك تواجد أمريكي وهناك حديث وتصريحات وإجابة على أسئلة صحفيين وهذا منذ عدة أشهر قبل استعادة السيطرة على الطبقة والرقة أن التواجد الأمريكي قد يمتد لأكثر من عقد من الزمن أمريكا الآن سيطرت على منطقة ما أطلق عليها بادية الجزيرة وهي الغنية بالماء الغنية بالنفط الغنية بالغاز الغنية بالزراعة إذن هذه سلة الغذاء لسوريا بالإضافة إلى سهل الحوران إذن هي سيطرت على المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية في البعد الاقتصادي على الأقل هذا الأمر الأول الأمر الآخر أمريكا الآن لا تستطيع أن تزج بقوات إلها وبتواجد وإسناد رئيسي كما حدث في المنطقة الشرقية لماذا؟ لأنه لا يوجد داعش إذن المبرر والشماعة غير موجودة الآن أي عملية تحول استراتيجي في المقاربة العسكرية الأمريكية في غرب الفرات تعني أنها تستهدف الأمن القوم التركي مباشرة وهذا ما لا ترغبه أمريكا بالمقابل هناك تواجد محدود يقدر بمئتي شرطة عسكرية روسية كانت لسبب ما وجدت في عفرين وهذا الآن التداول يتم بحثها عندما نتحدث الآن عن السيطرة على منطقة عفرين وأعني هنا مقاطعة عفرين أو هي ليست محافظة هي مرتبطة بحلب أو المنطقة الإدارية لعفرين نحن نتحدث الآن عن بداية تمدد تركي باتجاه إدلب لما نتحدث عن محافظة إدلب نحن نتحدث عن 2.5 مليون قبل بداية النزوح نتحدث الآن عن 4 مليون نتحدث عن معارك قادمة باتجاه أبو الظهور وقد تتطور إذا ما قيض لإيران والنظام أن تقنع روسيا إذن نحن أمام موجات نزوح قد تقدر بالملايين وليس بمئات الآلاف فتركيا أصبح وضحة صعب جدا بالمقابل عندما تسيطر على جبل الأكراد وسهل الروج وجبل التركمان ومنطقة الوادي العميق وصولا إلى رأس البسيط هي تقريبا سيطرت على ما يقارب نصف الحدود مع سوريا عندما نتحدث عن 950 كيلومتر نحن نتحدث الآن لنقل عن 300 كيلومتر هذا ما سألته سيد فايز هل ممكن أن أنقرة تتحجج بما يحدث شرق الفرات لتتمدد غرب الفرات أن الموضوعين مختلفين ليس لهم علاقة ببعض لكن الإعلان عند الحديث عن الجيش في شرق الفرات يتم الخلط من أجل الدخول إلى غرب الفرات في هذه المنطقة التي تتحدث عنها يا سيدي دعنا نعود إلى عام 1919 زمن أتاتورك عندما تم توقيع ما اصطلح عليه بميثاق الأمة وميثاق الأمة يجيز لتركيا حسب المقاربة التركية أن تتدخل في مناطق في دول الجوار في سوريا حتى ما بعد إدلب وحلب في العراق حتى ما بعد الموصل في اليونان في بلغاريا لأنه يوجد أقليات في هذه المناطق امتدادها العميق الاستراتيجي لتكتلات بشرية أكثر في الداخل التركي فأي نزوع استقلالي في هذه المناطق قد يقوض وحدة تركيا كدولة نحن نتحدث عن ما يقارب 15 مليون كردي في الداخل التركي عن أكثر من 15 مليون عالوي هناك بعد أثني هناك بعد مذهبي إذن تركيا الآن على صفيح يغلي وعليها أن تتدارك الأمور من مجهة نظرها طيب اسمح لي هنا أن أسأل هذا السؤال إلى سيد جواد في اسطنبول هل لما يحدث الآن في عفرين هذا خطر كما أشار إليه أستاذ فايز لكن هل له أي علاقة أيضا بأجواء الانتخابات مثلا وتقوية الجبهة القومية يعني الرئيس أردوغان قبل فترة أعلن مع الرئيس حركة القومية أنه سيكون هناك تحالف قومي يميني وبالتالي هذا الموضوع عند الحديث عن الأكراد وعفرين هذا يزيد من الأصوات هنا في هذه الفترة الحساسة وهل تتوقع أن يكون له ردة فعل داخل تركيا بين حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي طبعا أنا أوافقكم في هذه النقطة أنه خطابات داخلية أردوغان اختار هذا الطريق منذ زمن أنه يتحرك قوميا وبي بشكل متطرف جدا ولهذا السبب كما تفضلتم دولة بغشالي هو رئيس حزب الحركة القومية هو دخل في اتفاق مع أردوغان بالانتخابات الآن الأجواء في تركيا أجواء انتخاباتية أردوغان في قمة الأمر بالاهتمام إلى الانتخابات القادمة يريد أن يستثمر ويستغل الفرصة حقيقة الأمر لكن هذه الخطابات النارية لا نسمع منه في المناطق الشرقية عندما يزور المدن الشرقية يعني السكان من أصول الأكراد لا يتكلم هناك بها نعم ذات الأغلبية الكردية لا يتكلم هناك مثلا في مدينة دياربكر أو غيرها هناك يتكلم عن الصلح والأخوة بين الأكراد والأتراك لكنه في المدن التركية أذات الأغلبية التركية يتكلم بهذه التصريحات نعم لكنه الخوف والقلق من حزب العمال الكردستاني ليس هكذا قتال ميليشيات والإرهابيين نخاف أن تبدأ الأحداث الكبيرة كما كان سابقا في المدن الكبرى إسطنبول أنقرة وإزمير وغيرهم حقيقة الأمر يعني كنا نتمنى أن يختارون طريق المفاوضات مع الأكراد بشكل عام لكن أردغان اختار هذا الطريق لكن حقيقة الأمر أن الساحة التركية بخوف وقلق من هذا التدخل بالنتجة هناك مشاكل أيضا يبدأ سفك الدماء الجنود الأتراك والسوريين وغيرهم مع الأسف الشديد هذا النهج الذي أختاره أردغان نهج في المدى المتوسط والبعيد سوف يضر تركيا سيد فايز عود لك هنا تتحدثت قبل قليل أنت في البداية عن أن المعاركة صعبة وهناك أخبار تأتي من عفرين بأن القوات هناك الكردية حفرت خندق وأن الوضع أصلا جغرافيا كمان فيها جغرافيا جبلية صعبة وبالتالي أمريكا شاهدنا لم تدعم تركيا في معركة الباب وبالتالي التحالف وبالتالي كانت صعبة لأنه عندما لا يعطيك أحد من الحلفاء هذا الشيء ستكون معركة صعبة وطويلة في عفرين تتوقع أن يكون المعركة أصعب بكثير بمراحل كثيرة؟ أنا أشرت في المقاربات السابقة وقلت المعركة في عفرين أصعب بسبب أولا أضيف عدو إضافي إلى القوات الكردية يتمثل بالجغرافيا المعقدة والصعبة الغابات الجبال إلى غير ذلك لكن النقطة المهمة هل ستطلق يد سلاح الجو التركي؟ هذا سؤال في رسم الإجابة حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك مؤشر لماذا؟ لأنه يجب أن يكون هناك لجم وتوقيف لأسلحة الدفاع الجوي على الأقل العائد للنظام السوري وتاريخيا في عام 2011-2012 تم إسقاط طائرة تركية بصاروخ أرض جو سوري تقول بأن الجيش السوري قد يتدخل في هذه المعركة بالمضادات لو سمعت لي ما أقصده تحديدا هل ستكون سوريا من خلال الضغط الروسي هي تعتبر التدخل التركي عدوان على الجغرافيا السورية والتدخل الأمريكي عدوان فيما تواجد الروسي الإيراني تواجد مشروع الآن السؤال هل أسلحة الدفاع الجوي السورية ستكون مقيدة بأمر روسي أم مطلقة إذا كانت مطلقة حتى ولو تستخدم ستحد من نشاط سلاح الجو التركي هذا ما قصدته تحديدا إذا أطلق العنان واليد لسلاح الجو التركي نحن أمام حمل جوية قدرها بعض الخبراء الأتراك من ست إلى سبع أيام أنا أقول متفائلين جداً الآن تأتي بعد الحمل الجوي وقد يكون بالتداخل أو بالتزامن الحمل البرية لكن الحمل البرية هل هو المستهدف نهر عفرين ومدينة عفرين أم امتدادها من حدود إعزاز إلى رأس البسيط نحن نتحدث عن 85 كم الواجهة بعمق 55 كم 385 كم مربع إذن نحن أمام علينا أن ننتظر فترة قتال تمتد لأسابيع وربما أشهر إذا كانت عملية درع الفرات في أرض شبه مفتوحة وضد عدو أقل تسليحاً أخذت ما أخذت حتى تم السيطرة نعم تم السيطرة على 2200 كم مربع الآن مقابل 385 إذا أضفنا عامل الجغرافيا فتتساوى التحديات في 2200 مع الثثمية وخمس ثمانين طيب سيد فايز أسألك أيضاً نستفيد من الوقت معك هنا قبل أن نعود إلى إسطنبول في حال نجحت هذه العملية ولو كانت مؤلمة للجيش التركي بعد فعلاً تم التوجه إلى منبج إذا تم هناك أيضاً نفس الشيء ضم هذه المناطق على الباب جرابلس عزاز أصبح جيب كبير تحدثت حضرتك عنه قبل قليل هل يمكن أن تتحول هذه إلى جيب وبقاء دائم للقوات التركية هناك من يتحدث أنه ممكن يعود ما حدث في قبرص يتكرر تركيا كانت نادمة على أنه في شمال العراق لم تدخل ممكن أن هناك من يقول أنه هذه منطقة ممكن أن تصر تركيا على أنه إذا صار في أقاليم كردية وتقسيم تكون هذه التركمان مثلاً وبالتالي تركمان سوريا هل تتوقع أنه هذه فقط عملية درء أمن أم أنه في من وراها استراتيجية بقاء طويلة ومقايضات سياسية الأولوية الأولى هو درء خطر الأولوية الأولى درء خطر الخطوة الأخرى هي عمل توازن عمل توازن جغرافي ما بين أمريكا وما بين تركيا ولا أقول روسيا روسيا لأنه هناك اتفاقية حميمين طرطوس أعطتهم 49 عام قابل للتجديد 25 عام إضافي عندما نتحدث عن أمريكا نتحدث عن 10 سنوات في الحد الأدنى إذن لأنه الآن الرؤية الأمريكية غير واضحة الرؤية الأمريكية الأتراك يعتبروا أن هناك طعن بالظهر من قبل الأمريكيين إذن التواجد الأمريكي شرق وشمال الفرات يقابله تواجد تركي خوفا من مآلات المستقبل أن يكون هناك كل فدرالية أو سميها ما شئت أو كنتون كردي إلى غير ذلك ما دام الأمريكيين موجودين سيبقوا الأتراك موجودين لكن في دقيقة حتى قبل أن نغلق معك سيد فايز هل برأيك ممكن أن يكون في صدام مباشر بين حلفاء في الناتو أمريكا والتركية في شرق الفرات بسبب الجيش الكردي هذا الثلاثين ألف في جملتين لو سمحت لن يكون هناك عمليات رئيسية تركية في منطقة شرق الفرات سيتم منبج غرب الفرات عندما نتحدث عن شرق الفرات ستكون عمليات جراحية انتقائية عمليات جراحية انتقائية بغارات جوية على أهداف محددة لا تستفز الأمريكيين طيب أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي فايز أدويري سؤال أخير إلى اسطنبول سيد جواد هنا نختم معك هذه عملية ستطول يعني موضوع فرين بعد ذلك إذا كان فعلا في منبج ومن بعد ذلك إلى أي درجة تتوقع أن يؤثر هذا على العلاقات الأمريكية التركية في أخبار تأتي بأن أمريكا الآن بدأت تخطط لمستقبل سوريا من غير تركيا بدون استشارة تركيا وبدون حتى الحديث معها ما رأيك كيف سينعكس هذه العلاقات؟ نعم يعني لا دورة لتركيا في مخططات الأمريكية المستقبلية بالنسبة إلى سوريا بصراحة يعني حقيقة العلاقات الأمريكية التركية في أسوأ حالات منذ التاريخ الأمريكي التركي لكن بالنتيجة الآن المشكلة مثلا مشكلة الوحيدة بعجالة مثلا أسلحة نيتو حلف الشمال الأطلس النيتو يعني أمريكي عتيت للأكراد هذه الأسلحة سوف تستعمل ضد تركيا وهي أيضا عضو في حلف الشمال الأطلس النيتو هذه جريمة لكنه أي قانون أي حقوق هناك أي عدل لكن بشكل عام نعم تركيا تحاول أن تدير الأمر وتستغل لكنه أنا أقول وأكرر هذه الحملات وهذه الخطوات الخطيرة سوف تكون ضرر تركيا للمدى المتوسط والبعيد لكنه أنا أقول أن العلاقات الأمريكية التركية ليست متينة ليست مستغرة أمريكا رجحت قوات وحدات حماية الشعب الكردي الإرهابي ما يسمى هنا في تركيا على حليفها تركيا يعني معناها أنه أمريكا لها مصالحها تركيا تعترف وتعرف أنه لا دور له في مخططات الأمريكية في المستقبل في جملة باختصار لأنه بعد عفرين وبعد منبج وبعد ذلك كله هل تتوقع أنه فعلا ممكن يكون في صدام بين تركيا وهذا الجيش الثلاثين ألف الذي سيتم تشكيله في مناطق أخرى في مناطق مثل قمشلي ومثل شمال الرقة ودير الزور لأن الحديث يتم عن هذا الموضوع لا نتوقع أبدا هذه فقط تصريحات انتخابية كما تفضلت سابقا أنه سوف يقف الجيش التركي بعد عفرين احتمال أن يتدخل إلى منطقة منبج وهو غربي الفرات وينتهي تنتهي القضية لأنه الخارطة مرسوم والمخطط معلوم نظن أنه بعد عفرين ومنبج سوف يتوقف الجيش التركي نعم هناك تموحات لكنه وقفوا كما وقفوا في مدينة الباب في عملية درع الفرات شكرا جزيلا لضيفي من اسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية من هناك جواد جوك ترجمة نانسي قنقر